تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدة مقاليد الحكم وقد عرب فخامة الرئيس الأمريكي في برقيته عن أطيب تهانه وتبنياته لجلالة الملك المفدة بدوام الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التطور والنماء مشيدا بالعلاقات الثنائية الوطيدة والشراكة الشاملة التي تربط البلدين في خضم احتفاء البلدين بالذكرى العاشرة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة والذكرى العشرين بعد المئة لإنشاء مستشفى الإرسالية الأمريكية مضيفا أن مجالات التعاون القائمة والراسخة بين البلدين الصديقين في المجال الأمني تتكامل من الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل متطلعا إلى العمل مع جلالاته من أجل نشر قيم السلام والتسامح والرخى والمشاركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي بقية مناطق العالم وجدد الرئيس الأمريكي أوباما تأكيده على علاقات الصداقة التي تربط الولايات المتحدة بجلالته وبالشعب البحريني وحرصه على تقويتها متمنيا لجلالته موفورة صحة والسعادة بمناسبة قرب حلول السنة الميلادية الجديدة ترجمة نانسي قنقر